السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لماعة من اليهود إلى الإسلام فقالوا ما نتبع ما ألفين عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا هم كانوا خيرا وأعلم منا فأنزل الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل الضلال اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى قالوا صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد وكان التقليد الأعمى ده للأسف الشديد بيوصل لمرحلة التقديس والتعظيم للآباء والأجداد وإن كان الحق ليس معهم وأوضح مثال لنا لتقديس والتعظيم الآباء موقف عم الرسول أبو طالب كم كان حصنا مني عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ضد أذى المشركين ورغم ذلك رفض قبل النوت قول كرمة لا إله إلا الله تقديسا وتعظيما لآبائه وأجداده وإذا قيل لهم الخطاب هنا مبني للمجهول لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل للخطاب لشدة جهلهم وحمقهم اتبعوا ما أنزل الله من الحق الواضح والهدى والوحي وسوف نجد أيضا في قوله تعالى ما أنزل الله إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى بما يعني بجلاله وعظمته والخطاب هنا واضح وصريح لكل البشر الذين يتشبتون بالماضي ويتركون الحق المنزل من عند الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالطبع يمكن للإنسان أن يقلد الآباء والأجداد في بعض النقاط كالمأكل والمشرب والملبس إن كان حلالا ليس فيه حرمة ويمكن أيضا أن يقلدهم في مكارم الأخلاق لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أقليد الآباء والأجداد في العقيدة وإن كانت عقيدة صحيحة بل يجب أن تكون العقيدة مبنية عن إدراك وفهم شديد لها قبل الإيمان بها وكثير بنسمع من أهل الضلال هكذا نشأت وهكذا سأموت وهذا هو التقليد الأعمى وشتان بين فهمنا وفهم السلف الصالح لهذه الآية الكريمة قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يكون أحدكم إن معه يجب مع كل ريح يقول إنما أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضلالت وقال فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله المسلم لا يتقرب إلى الله بما وجد عليه الناس وإنما يتقرب إلى الله بما كان عليه سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم وفي حياتنا اليومية للأسف الشديد نماذج كثيرة تجد من الأخوة من يحرم الأخوات من الميراث فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا وما فعلوا كل ذلك إلا لأنهم حولوا المحبة والاحترام للآباء والأجداد إلى تقديس وتقليد أعمى لهم أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا من أمور الدين ولا يهتدون إلى الحق والهدى فأمثال هؤلاء اكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا فيما عند الأنبياء ويا ليتهم قلدوهم فيما هو نافع بل قلدوهم في الشرك والضلال والجهد جزاكم الله خيرا